كابدل حسام حسن كمان كان متحفز على ما اسمه قراء بعض المحللين انه الوصول لكياس العالم سهل وانه الموضوع بسيط جدا وقال انه انتو بتصدروا انه الموضوع سهل وبسيط وده مش صح طيب خلينا يعني جزء كده صغير من الموضوع انا معاه في حتة ان يعني مفيش حاجة سهلة دلوقتي خلاص انا بتفق معاه في هزا الاتجاه صحيح طبعا خاصتها من الكلام مثلا بوركينا فاسو انتخب كور معظمها كلهم محترفين في اوروبا يعني صحيح او كلهم يعني حتى غينيا اعتقل فيها محترفين كتير صحيح الحاجة التانية حتة التحليل يعني برضو كابتن حسام عشان ما يحملش نفسه في قطاقته ياخد الموضوع بهدوء خاصة انه هو كان محلل في الاصل صحيح يعني انت حللت فالمحلل بيقوله وجهة نظر يعني ما بيفردش حاجة على المدرب وما يقدرش يفرد حاجة على المدرب طبعا خاصة لما يكون بقيمة حسام حسن يعني وبالتالي ما ياخدش الامور الحقيقة بشكل ممكن يخرجه عن تركيزه يعني فالمحلل بيقول زي ما هو عايز لانه هو بيقول وجهة نظر فما اقدرش حزبه عليها لان ده شغله لكن لما احلل بشكل فيه تجاوز واتكلم دايما واقول لازم لازم لا ما فيش حاجة اسمها لازم التحليل برضو يا كريم عشان يعني ندي الموضوع حقه باي حد بيحل ده برضو ما تزعلش مني يعني ومش شرط العيبة كور تحليل له قصص وقواعد ما ينفعش انا اقول كان لازم المدرب يعمل كده لا انا اقول وجهة نظري كانت واحد اتنين تلاتة طريقة اللعبة كذا التبديل كذا التعير وهكذا يعني صحيح فارجو كابتن حسام ما يزعلش ويركز في شغله لان كل امل الشعب المصري ان مصر توصل افريقيا ان شاء الله تاخدها ومن بعدها كاس العالم كله بيتمنى هذا وساعتها يشيله كابتن حسام على دماغهم مصبوط